موسى المعايطة نبدأ الاقتراع ساعة السابعة صباحا وينتهي الاقتراع سابعة مساءا ولن يكون هناك أي تمديد القانون لم يسمح لمجلس المفوضين بالتمديد لكي يكونوا واضحين يعني سبع مساء راح تغلق سنديك الاقتراع ويبدأ بعد ذلك الفرز الشفافية اللي بتكلم دائما على الشفافية هناك مندوبين موجودين في غرف الاقتراع والفرز عندما ينتهي الاقتراع يبدأ الفرز في نفس الغرفة في نفس الغرفة يبدأ الفرز بحضور المندوبين والمراكبين سواء دوليين ومحليين وأوضح المعايطة أنه عند الانتهاء من الفرز وحساب النتائج والتدقيق يتم تسليم جميع المندوبين للقوائم نسخة من المحضر ليسمى بعد ذلك رفع نتائج الصندوق على الموقع الإلكتروني الخاص عند الانتهاء من الفرز وحساب النتائج يتم بعد التوقيع وموافقة المدقق هناك مدقق له علاقة في التأكد من المحضر أن يكون صحيحا يتم تسليم كل مندوب للقوائم نسخة من هذا المحضر في الصندوق بالإضافة لذلك مباشرة يتم رفع النتائج الصندوق على موقع إلكتروني خاص لأول مرة هناك يستطيع المواطنين الاطلاع على الأرقام في حديثا للمملكة قال مدير الإعلام والاتصال في الهيئة المستقلة للانتخاب شرف الدين أبو رمان إن الهيئة اعتمدت 1177 صحفيا وصحفية لتغطية الانتخابات النيابية في حين بلغ عدد الجهات الرقبية المحلية عشرين جهة ممثلة بخمسة ألاف مراقب الهيئة المستقلة فتحت باب اعتماد الصحفين لمدة خمسين يوم أبلغت كافة وسائل الإعلام تم استقبال 1534 طلب صحفي اعتماد بعد تدقيق الأسماء ومراجعتها واستثناء منهم ليسوا صحفيين تم اعتماد 1177 صحفية وصحفي من 143 وسيلات إعلام منهم 34 إعلام أجنبي أتوا لمراقبة الانتخابات الأردنية أما في متعلق بالمراقب المحليين تم اعتماد 20 جهة رقابية لتغطية المراقبة على العملية الانتخابية وفيها حوالي خمس ألاف مراقب لهذه العملية لرصد مزيدا من التفاصيل حول يوم الاقتراع غدا ينضم إلينا نائب رئيس الهيئة المستقلة للانتخاب عضو مجلس المفوضين عمار الحسين أهلا وسهلا بك سيد عمار إذن بداية نستطلع معك آخر الإجراءات المعمول بها للوصول لجهزية كاملة لدى الكوادر العاملة في الميدان مساء الخير غدا لكل المشاهدين قناة المملكة حقيقة الهيئة أتمت استعداداتها ليوم غدا ويوم الاقتراع الحقيقة كان لأعضاء مجلس المفوضين زيارات ميدانية إلى الدوائر الانتخابية في مختلف أنحاء المملكة للوقوف على جاهزيتها واستعداداتها وما قامت به من إجراءات بخصوص تهيئة مراكز الاقتراع والفرز والمراكز الخاصة بدوي الاحتياجات الخاصة وموضوع تدريب كوادر العملية الانتخابية من لجان اقتراع وفرز من ضباط جودة وأيضا اطلعنا في الزيارات الميدانية على استلام اللجان المختلفة للمواد غير الحساسة والمواد الحساسة وآلية توزيحها على مراكز الاقتراع والفرز الحقيقة أيضا تأكدنا من موضوع جاهزية الربط الإلكتروني وتم إجراء حوالي أربع تجارب للربط الإلكتروني وكانت جميع هذه التجارب ناجحة وتمت بشكل ممتاز أيضا تأكدنا ميدانيا من وجود بدائل للطاقة في حالة انقطاع التهيار الكهربائي لأي سبب كان إذن إحنا جاهزيتنا كانت مش مجرد من تقارير تصلنا من لجان الانتخاب بل توجهنا إلى الميدان وقضينا وقت مناسب مع لجان الانتخاب قبل موعد مناسب من الاقتراع وكنا محهم في الميدان وكان هناك بعض العقبات التي تم حلها بإجراءات إدارية بسيطة الحقيقة الجاهزية الحمد لله بأعلى مستوياتها وبإذن الله كما تعلمي أن الاختراع سيبدأ يوم غدا في تمام السابعة صباحا وينتهي في تمام الساعة السابعة مساءا وكما ذكر معالي رئيس مجلس فوضين لن يكون هناك تمديد على اعتبار أن قانون الانتخاب لمجلس النواب لم يسمح لمجلس الفوضين بتمديد العملية الانتخابية لأي سبب كان هذه الجاهزية تعتمد أيضا بشكل كبير على التنسيق المستمر خاصة عندما نتحدث عن انتشار الكوادر في مختلف أنحاء المملكة الأردنية الهاشبية وكذلك أيضا عن الإجراءات المعمول بها والعمليات المستمرة وصولا إلى عملية الفرس حقيقة ننسق مع كافة الجهات المعنية في العملية الانتخابية صح أن الهيئة هي جهة دستورية مستقلة لكن بنفس الوقت لا نعمل لوحدنا نعمل ضمن منظومة نستخدم مدارس وزارة التربية والتعليم أيضا كافة العاملين في العملية الانتخابية هم من موظفي القطاع العام أيضا الكوادر العاملة في حماية العملية الانتخابية من مدرية الأمن العام ضمن خطة أمنية محكمة تم إعدادها بالتعاون مع مدرية الأمن العام لتأمين سلامة العملية الانتخابية وسلامة القائمين على العملية الانتخابية وسلامة المواطنين لكي يقوموا بالاقتراع وهم مطمئنين على أنفسهم إن شاء الله ننتقل بعد ذلك للاستطلاع لعملية الفرز بحدي ذاتها كيف تبدأ هذه العملية وما هي المدد المتوقعة لاستكمالها؟ بمجرد انتهاء عملية الاقتراع في تمام الساعة السابعة من مساء يوم الغد سوف تبدأ لجان الاقتراع بفرز الأصباط مباشرة في نفس المكان الذي جرى فيه الاقتراع طبعا سوف يتم البدء بفرز السنديق الدائرة الانتخابية المحلية وبمجرد الانتهاء من فرز السنديق الدائرة المحلية يتم الانتقال وفرز صندوق الدائرة العامة وفي كل الحالتين يتم تنظيم محضر من قبل لجنة الاقتراع والفرز بكافة الإجراءات التي قامت بها في فرز صندوق الدائرة العامة وصندوق الدائرة المحلية ويوقع هذا المحضر من لجنة الاقتراع والفرز وأيضا يوقع من من يرغب من الحاضرين سواء من مندوبين المرشحين أو من فوضي القوائم أو من الجهات الرقابية في التوقيع على محضر فرز السنديق ثم استحدثنا في هذه الانتخابات ضابط للجودة يبدأ عمله متأخرا لكي لا يكون مرهق من بداية العمل الانتخابية يعني يبدأ عمله في حوالي الساعة الخامسة تقريبا هذا الشخص مهمته أن يتأكد من مطابقة المحضر الورقي مع المحضر الإلكتروني ويتأكد أن المحضر الورقي منظم بشكل قانوني وسليم ويستكمل كافة الشروط الموضوعية والشكلية التي اشترتها قانون الانتخاب لصحة المحاضر إذا اعتمد ضابط الجودة هذا المحضر فيتم اعتماده إلكترونيا ثم يرسل إلى مدير المركز الذي يقوم بتجميع الأصوات على مستوى مركز الاقتراع والفرز سيد عمار العملية الخاصة بالاقتراع بالنسبة للإطار الزمني نعم تفضل تفضل نعم تفضلي فيما يتعلق بالنسبة للإطار الزمني نحن زي ما تفضل نعم فيما يتعلق بالإطار الزمني كما ذكر اليوم معالي رئيس مجلس المفوضين أنه يعني خلال 48 ساعة من انتهاء الاقتراع سيتم إعلان النتائج النهائية بإذن الله تعالى نعم من قبل مجلس المفوضين إذن فيما يتعلق بالإجراءات التنظيمية الآن نعلم أن هناك خطوات واضحة فيما يتعلق بعمليات الاقتراع بحد ذاتها تبعا لهذه الإجراءات المعمول بها والخطوات التنظيمية ما هو الوقت المتوقع للإقتراع لكل ناخب الوقت المتوقع للإقتراع لكل ناخب أقل من ثلاثة دقائق حقيقة من دقيقتين لثلاث دقائق بحد أقصى لأن الإجراءات سهلة والإجراءات ميسرة وإذا كان هناك أي ناخب يعني لا يعلم كيفية الإقتراع نحن نعرف أن الهيئة المستقلة وبالتعاون مع إعلامنا الذي نتوجه له بشكر كبير حقيقة على ما قام به من مجهود في بث الرسائل التوعوية الخاصة للهيئة وعلى سبيل التحديث فيما يتعلق بكيفية الإقتراع الآن إذا كان هناك أي مواطن غير لا يعرف كيف يتم الإقتراع من مهمة رئيس اللجنة إفهام هذا الشخص كيفية الإقتراع والتأشير على من يرغب سواء في القائمة العامة أو القائمة المحلية هذه من مهمة رئيس اللجنة رئيس لجهة الإقتراع والفرز في إفهامه كيفية الإقتراع أشكرك كل الشكر عضو مجلس المفوضين عمار الحسيني يعد الصمت الانتخابي الذي يسبق العملية الانتخابية بمدة 24 ساعة تقليداً ديمقراطياً حيث تمنع ممارسة الدعاية الانتخابية أو أي شكل من أشكالها لتسنى المرشحين تحديد خياراتهم تجاه من يرغبون إعطاءه صوتهم في أجواء يسودها الهدوء دخلت اليوم مرحلة الصمت الانتخابي حيز التنفيذ والتي تسبق العملية الانتخابية بيوم واحد حيث تسم هذه المرحلة في فتح المجال أمام الناخبين بحسم قرارهم للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات النيابية لمجلس النواب العشرين الصمت الانتخابي هو تقليد في الممارسات الديمقراطية وهو يعني مستنسخ من عدد كبير من قوانين الانتخاب المعمول بها في كثير من دول العالم نقول بأن ما نتمكن من فعله في هذه الساعات هو منع مظاهر الحملات الانتخابية والدعاية الانتخابية في المقرات وفي تعليق اليافطات على الشوارع أو على الأرصفة أو خروج مواكب لدعم ومؤازرة مرشع أو قائمة يعني نحاول قدر المستطاع ضبط المشهد هذا وتوثيق المخالفات هناك أيضا مسألة التواصل الاجتباعي هناك رقابة مستمرة وهناك استقبال لشكاوى من المواطنين ويتم التعامل معها أولا بأول ضمن يعني المعالجات الفورية وسرعة الاستجابة في تصويب أي خلف فترة الصمت الانتخابي التي تسبق يوم الاقتراع لاختيار أعضاء مجلس النواب العشرين والمحدد غدا الثلاثاء العاشر من أيلول في انتخابات نيابية تعتبر الأولى التي تجريها المملكة بعد دخولها مئويتها الثانية تحضر فيها الدعاية الانتخابية وتعليق اللافتات واللوحات الإعلانية ونشر الإعلانات الاستهداف المباشر للمواطن من الاتصال المباشر أو من خلال الحديث المباشر غير موجود وبالتالي السوشال ميديا حقيقة لا يمكن ضبطها في الصمت الانتخابي ولا الرسائل لا يمكن ضبطها في الصمت الانتخابي ولكن بالمجمل العام لا يوجد اتصال مباشر من قبل المرشحين ولا من قبل الأحزاب السياسية وحملاتهم مع المواطنين وهذا بحد ذاته يعطي فرصة للمواطن ليكون بحالة استراحة من الاتصال المباشر ويسهم الصمت الانتخابي في تحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين إذ يتوقف كل منهم عن أي نشاط دعائي مما يمنع أي مرشح من استغلال اللحظات الأخيرة قبل الاقتراع للتأثير على الناخبين لكن وفي ظل انتشار وسائل التواصل الاجتماعي يصعب ضبط الالتزام في الصمت الانتخابي بالشكل المطلوب ويهدف الصمت الانتخابي لمنح المرشحين وقتا هادئا بعيدا عن الضغوط الدعائية ليتمكنوا من تقييم البرامج الانتخابية واتخاذ القرار بحرية ومسؤولية زيد خليفات المملكة عمان أصدرت نيابة العماء وامر للنواب العامين بتوجيه المدعين العامين في أقاليم المملكة الثلاثة بملاحقة كل من يطلق العيارات النارية بتزامن مع إعلان النتائج النهائية للانتخابات وقال رئيس النيابة العماء القضي يوسف ديابات أنه تم تشديد على إلاء الجرائم المتعلقة بحيازة الأسلحة النارية بدون ترخيص واطلق العيارات النارية العناية الخاصة حال ورود الأخبار من الأجهزة الأمنية والمتضررين وملاحقة مرتكبيها وأحالتهم إلى المحاكم المختصة أكدت دائرة الأحوال المدنية والجوازات تمديد دوامها اليوم لجميع مكاتب الدائرة والجوازات المعنية بإصطار البطاقة الذكية لغاية تسليم البطاقة الشخصية الذكية وأضافت دائرة الأحوال أن غداً الثلاثاء هو دوام رسمي للمكاتب الرئيسية في المركز والمحافظات كما أشارت الدائرة إلى أن إعلان الدوام وتمديده حصراً لغاية استقبال طلبات إصدار وتجديد للبطاقة الذكية لتمكين الناخبين من ممارسة حقهم الدستوري والقانوني للانتخاب ينضم إلينا مدير عام دائرة الأحوال المدنية والجوازات بالوكالة سيد الله الفايز أهلاً وسهلاً بك إذن نستطلع معك الأحوال بشكل عام خلال هذين اليومين المقبلين وصولاً إلى اليوم مع إقبال المواطنين على خدمات الأحوال المدنية بتجديد البطاقة الذكية أو الهوية الذكية مساء الخير إليك نعم نسمعك سيد طلال مساء الخير إليك ومساء الخير لمشاهدين في المملكة إقبال اليوم مصولنا إلى آخر يوم تقصوص الاستحقاق بالسوري ولمواطنين والأردنيين اللي راح يكون بتاريخ 10 تسعة الـ 24 هذا الاستحقاق سنحن كأردنيين راحين ننمارس حقنا بالسوري والقانوني بالانتخاب أعضاء مجلس النواد الحالم دابت الأحوال المدنية والجوازات ومن خلال قصراء لمعالي وزير الداخلية تم تمديد عمل جميع مكاتب الدائرة يوم 8 9 2024 وأيضا عمل المكتب الرئيسي في مركز المحافظات لغاية تمكين أكبر عدد من الأخوة المواطنين من الحصول على بطاقاتهم الشخصية هذا القرار انعكس بشكل إيجابي وملموس لنا في ذات الأحوال المدنية من خلال الأعداد التي لمسناها من المراجعين ومن الطلبات حيث بلغت أعداد المراجعين الذين حصلوا على بطاقات شخصية يوم الأحد 8-9-7295 بطاقة لهذا اليوم اللي هو 9-9 ولغاية الساعة السادسة مجموعة الطلبات المقدمة بلغت 7-089 بطاقة بمعنى أنه خلال اليومين تم فيهم تمديد الدوام لغاية الساعة السادسة بلغت مجموعة الطلبات 14-380 طلب ولازال يوجد مكاتب للدائرة أبوابها مفتوحة وتستقبل المراجعين لغاية هذه اللحة نعم يستمر إذن هذا الأقبال مع هذه الأعداد التي أقولت سيد طلال كيف تصف الحالة أو ربما الوضع بتسيير هذه الخدمات خاصة مع إقبال لا أدري قد يوصف بالغير مسبوق في خلال يومين في خلال يومين الأحد والاثنين اليومين الماقيين الذي هو اليوم ويوم أنت يومين كانوا مميزات بالنسبة لدات الأحوال المدنية الوضع الطبيعي والمعدل الطبيعي لقبول الطلبات الأيام والأشهر الماضية كان بحدود الألف للألف وخمسمية من مدة أتابيع اللي مضت جوزنا حاجز الأربع تلاف بطاقة يومية هذا كله انعكد ودلالة على أنه في توجه وفي رغبة عند أكواننا بالمشاركة الفعلية والفاعلة بالانتخابات النيابية والخيار ممثلينهم في مجلس النواب القادم يعني الحصائية التي موجودة لديها الآن من تاريخ واحد تسعة لغاية يوم أمس تقريبا بلغ مجموعة الطلبات المقدمة حوالي 27.261 إذا أضفنا الطلبات باليوم احنا اتجاوزنا خلال تسع أيام 33 ألف طلب يزيد كمان هذا العدد يعني المدام المكاتف فائد حول تستيقبل طلبات من أخواننا المواطنين نعم كان هناك بعض الشكاوى بتأخر المعاملات بمركز الأحوال المدنية في ناعور وتكدس المواطنين فنستطلع معكم الوضع في المركز حتى هذه اللحظة ناعور ناعور مكتب من مكاتبنا الموجودة من حرفة العاصمة مجموعة الطلبات المقدمة اليوم بمكتب ناعور 133 طلب للأسف أنه صار عطل بآلت الطباعة فرق الصيانة اليوم قامت بالواجب والآن الطباعة والمواطنين موجودين بمكتب ناعور وصدر الأمر لجميع مكاتبنا ومش مكتب ناعور جميع مكاتبنا الفزان بالدوام لساعات متأخرة حتى نتلم جميع الهويات جميع الطلبات المقدمة من إخواننا حتى يقدروا المنفس حقهم والدستوري والقانون يوم غد إن شاء الله نعم إذن تمت معالجة المشكلة في مركز ناعور والأمور الآن تسير بكل يسر وتم التمديد وتستمر حتى يوم غد ليتمكن من إنجاز كافة هذه المعاملات المطلوبة نعم قرار لما عليه كان مواضح لغاية الساعة تاسة ما شاهدنا من الأقبال من إخواننا المواطنين على مكاتب الأحوال المدنية كان الإعادة لمدر المدرية كان الإعادة لأمناء المكاتب بقاء مكاتبنا المفتوحة تسليمنا إخواننا المواطنين بطاقاتهم لآحد بطاقة حتى لو استمر الدوام واستمرنا لغاية منتصف الليل ما لدينا مشكلة لأنه بالنهاية هذا واجبنا هذا حق لأخواننا المواطنين نحن ملزمين نؤديه لهم نشكرك كل الشكر على تزويدنا بكافة هذه الإضاحات مدير عام دائرة الأحوال المدنية والجوازات بالوكالة طلال الفائز زاد الموسم الانتخابي الإقبال على محال الحلويات بما نسبته 20% خلال الفترة الحالية في الوقت الذي أشارت فيه بعض المحال إلى أن الإقبال على الحلويات خلال الانتخابات السابقة وتحديداً ما قبل جائحة كورونا كان أكبر قبيل ساعات من بدء عملية اقتراع أعضاء المجلس النيابي المقبل ومع دخول مرحلة الصمت الانتخابية كان للانتخابات الفضل في انتعاش أسواق الحلويات على الرغم من قلة وطيرته مقارنة بمواسم الانتخابات التي كانت قبل جائحة كورونا بالنسبة للسنة كان الإقبال ليس كما في السنوات القبل السنوات القبل كانت المقارات الانتخابية والسحب والشغل كان أفضل ما بنحكي أنه يعني ما في شغل بالمرة ولكن مقارنة بالسنوات الماضية لا السنوات الماضية أفضل وأحسن 20% ازدادت نسبة الإقبال على الحلويات منذ افتتاح المقارات الانتخابية خاصة بعد ظروف الجيوسياسية العديدة التي أثرت في مختلف القطاعات الاقتصادية في الأردن ومنها الحلويات طبعاً وضع طبيعي السنة لم يكن هناك حركة أساساً وحركة المقتربين بشكل عام لم يكن موجودة أخي الكريم يعني لم يكن الحركة بالشارع قوية لم يكن حركة السياحة قوية لم يكن تعرف السياح يظل يخاف والناس يقول لك منطقة الشرق لوصلت بشكل عام يدمجوا لكل الحمد لله بلدنا آمن إن شاء الله يظل آمن لم يكن الحركة طبعاً كان فيه تراجع بالحركة السياحية بشكل عام وهذا الحكي طبعاً أثر على كل شيء بشكل عام كان فيه تراجع الحركة يعني شو يقول الانتخابات عدلت شوية بالنسبة لغطاء الحلو بس فقط لغير اللي هو افتتاح المقرارات الانتخابية هذه بتضر أنه ضيف ضيوفه أو مرن أو من ناخبينه ضيفهم حلو ضيفهم ووضع طبيعي أنه صار حركة بشكل عام يعني ارتفعت إلى 20% بتنساش أنه هلأ بعد ما تطلع النتائج برضو بإذن الله إن شاء الله طبعاً راح يكون توزيح حلو أكيد 100% بس برضو بدأت تحط ببالك شغلة أنه الناس قاعدة بتراجع الظروف المحيطة بمنطقتنا يعني مش يقعد فيه ويكون مبالغات قاعدة بيكون الحلو على خجل قاعدة بيكون يعني برضو فيه تحفظات كثير من الناس وتستعد محل الحلويات المختلفة لتجهيز طلبات الإعلان عن نتائج الاقتراع التي سيعلن عنها إذ يبلغ عدد المطاعم في الأردن قرابة 20 ألف مطعم ومحال للحلويات رامل عيسى المملكة عمان للحديث عن الإجراءات الاستباقية ليوم الاقتراع وقياس مدى الجاهزية ينضم إلينا من عمان مدير مركز الحياة راصد دكتور عامر بني عامر دكتور عامر أهلاً إذن دكتور عامر نتابع معك في هذه الساعات الأخيرة ما تم من تجهيزات خاصة بما يتعلق بمراقبة هذه الإجراءات قبل بدء الاقتراع يعني حقيقة نحن في فريق راصد هزنا 250 فريق متجول سيكون حوالي 1700 مراقب بالمجمل العام بين ثابت ومتجول تراقب هذه العملية الانتخابية وكنا تابع ساعة بساعة مع الهيئة المستقلة جميع هذه الإجراءات وما سيكون عليه الأمر يوم قد نحن نتوقع أن تكون الإجراءات كما ذكر يعني محوظ الهيئة المستقلة ثلثة إلى حد ما ولكن يجب أن نأخذ بعين الاعتبار أن هناك تباين في فهم المواطنين بالعملية الانتخابية ولوجود ورقة اقتراع ولوجود أيضا القائمة الخزبية لأنها لا يوجد فيها أسماء وسيكون بعض الناخبين لديهم يعني توجس ولديهم يعني عدم معرفة في بعض هذه الإجراءات بالمجمل العام نشرنا هذه الفرق والمجمل العام أيضا ستكون الإجراءات الصباحية متابعة وإصدار تقارير بشكل منتظم عن المجريات العملية الانتخابية بالمجمل العام نعم لأن بتقديراتكم وتوقعاتكم هل من نسبا متوقعة حول نسب الإقبال على عملية الانتخاب يعني فريق راصد خلال الثلاثين يوم الماضية رصدنا ما يزيد على سبعمائة فعالية انتخابية وحقيقة حتى مساء الأمس كان عدد المشاركين بهذه الفعاليات ما بين مأرجانات وما بين تجمعات انتخابية وصل إلى مليون ثلاثمائة ألف مواطن ومواطنة وهذه الأرقام حقيقة تدل على تفاعل كبير مع العملية الانتخابية وتدل على أن هناك تفاعلا سينعكس يوم الاقتراع على عملية التصويت نحن من خلال مجموعة من عمليات الرصد المتقاطعة نتوقع أن تكون نسبة التصويت ما بين 36 إلى 38% أي أن عدد الناخبين قد يصل إلى مليون وثمانمائة ألف ناخب وقد يتجاوز هذا الرقم ونتوقع أيضا أن يكون هناك مشاركة أكثر فاعديا للمرأة الأردنية في هذه الانتخابات الانتخابات الماضية كانت نسبة مشاركة المرأة حوالي 45% نتوقع أن تكون نسبة مشاركة المرأة في الانتخابات يوم قبل بشكل أكبر لأن نسبة النساء اللواتي شاركنا في المهرجانات الانتخابية والفعاليات والتجمعات الانتخابية من حيث المشاركة ومن حيث التكشيف وإلقاء العنف حقيقية خلال فترة الترشح وهذا إن شاء الله سينعكس أيضا على يوم الاقتراع بأن تكون حالة العنف بأدنى مستوياتها بالعام بالنسبة للجرائم الانتخاب سجلت هي المستقلة 92 حالة جريمة الانتخاب حتى ليلة البارحة وهذا رقم حقيقة أقل من 2020 حيث كانت جرائم الانتخاب مثل هذا اليوم 164 حالة وهذا إن شاء الله أيضا سينعكس على عدد أقل من جرائم الانتخاب نعم دكتور عامر ما درستتم حتى اللحظة فيما يتعلق بمرحلة هذا الصمت الانتخابي يعني كانت هناك بعض الخروقات لمرحلة الصمت الانتخابي لها علاقة باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي وهذا أمر لا يمكن أن تضبضه بشكل جيد لأن وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت عندها قدرة على الوصول إلى الناس مهما حاولت من وضع الضوابط هناك بعض التجمعات أيضا في مراطق مختلفة خرقت الصمت الانتخابي ولكن بالمجمل العام يتعلق بأن الصمت الانتخابي كان ملتزما به إلى درجة جيدة وبأن هذا الصمت الانتخابي قد وفر مساحة للناخب ليعيد التفكير بخياراته وينظر بشكل جيد ومكن الجهات القائمة على إدارة الانتخابات من التفزيع اللوجستي والنظر إلى تخديراتهم يمغدم بشكل أفضل مما كان عليه الحال أشكرك كل شكر دكتور عامر بني عامر مدير مركز الحياة راصد للحديث عن الحراك الحزبي والحشة الحاصل للمؤذرين لهدف زيادة حصة كل حزب من المقاعد البرلمانية ينضم إلينا من عمان الخبير بالشؤون الحزبية دكتور محمود أتباس دكتور محمود أهلا وسهلا بك إذا دكتور بحسب ما تراقبون في هذا المشهد الانتخابي اليوم نتحدث عن عملية مختلفة تماما في ظل قانوني الأحزاب والانتخاب اليوم في ظل هذه التعديلات هل نشاهد أن الرؤية المتمثلة بانخراط الأحزاب بشكل فعال أكثر تنعكس من هذه العملية وهذه النشاطات حتى اللحظة شكرا سيدتي على السؤال حقيقة أن عموم المواطنين الأردنيين فإن اهتمامهم يتركز على الصوت الأول وليس على الصوت الثاني الصوت الأول الذي يتمثل في اختيار إحدى القوام المحلية ويعتبر أن هناك اهتمام أقل تجاه استخدام الصوت الثاني أرغم أن الصوت الثاني هو يعتبر أنه الصوت السياسي بحكم أنه يمثل الأحزاب السياسية بالتالي نلمس اليوم أن حجم الاهتمام بالصوت الثاني على الرغم من كل الجهود التي بذلتها الأحزاب السياسية سواء في المقرات والتجمعات التي جابت من خلالها محافظات المملكة أو من خلال الدعوة عبر وسائل التواصل الاجتماعي للتصويت تلك الأحزاب لا يزال الاهتمام من عموم المواطنين منصبا على القوام المحلية بسبب الصراعات الاجتماعية والجغرافية أيضا هناك سبب آخر في ضعف الاهتمام بالصوت الثاني وهو الصوت السياسي وهو أن مرشحو القوام المحلية من المنتسبين للأحزاب السياسية برصد حركتهم فهم يروجون للقوام المحلية التي يترشحون ضمنها دون أن يقوم مرشحو القوام المحلية من المنتسبين للأحزاب السياسية بدعوة الناخلين إلى التصويت لأحزابهم السياسية التي ينتسبون لها فوق ذلك وضمن الأسباب التي تقلل حجم الاهتمام بالصوت الثاني فهو قناعة الناس أن عدد لا بأس فيه من مرشحي القوام الحزبية ليسوا منخرطين في شأن السياسي العام حتى وننتسبوا إلى أحزاب سياسية بالتالي يبقى اليوم السؤال ما هي نتيجة ذلك كله نتيجة ذلك وهذا ما نحذر منه أن أن يكون هناك ما نسبة عشرين بالمئة من الذين يقترعون للقائمة الهزبية في الدائرة العامة أن يكون هناك عشرين بالمئة أوراق فارقة أو لقلة الاهتمام بهذا الموضوع أن نجد أن أصوات ملغا نتيجة عدم الاهتمام وبالتالي وضع أي إشارة على الدفتر الذي يخص القائمة الحزبية واختيار أحد القوائم التي ترشحت فيها يبقى الجزئية الثالثة ما هو الحل فالحل أن تستثمر الدولة كافة وسائل الإعلام الأردني بحف كافة المواطنين الأردنيين على ضرورة أن لا يتركوا الصوت ثاني بدون تصويت وأن لا تكون تلك الدفاتر تعاد إلى صندوق الاقتراع وهي فارغة بدون التصويت في ذات الوقت فعلى مرشحي القوائم الانتخابية المحلية عليهم أن يدعو ناخلينهم إلى التصويت للأحزاب السياسية التي ينتسب إليها هؤلاء المرشحين وليس الاكتفاء بدعوة الناخلين لاختيار القوائم المحلية التي ترشحوا ضمنها دكتور بحمود دور الأحزاب بشكل عام إذا ما تحدثنا بخصوصية أكبر في الدور الفعال المأمول والمنشود اليوم نتحدث عن عملية تدريجية هذه هي المرحلة الأولى يعول عليها للبناء على نتائجها في المرحلة أو الانتخابات التي تأتي ما بعدها كيف يجب أن يكون الدور الحزبي إضافة إلى المترشحين وهذه العمليات التي تفضلت بذكرها أشكرك على هذا السؤال وأقر لسلامة النقد الموضوعي بأن هذه هي التجربة الأولى وبكل تأكيد أنه في التجربة التالية أو بعد الانتخابات سنقيم بشكل أدق لماذا كان تفاعل الشارع الانتخابي مع الصوت الثاني بهذا الشكل أما من ناحية الأحزاب السياسية فأنا على قناعة أنها لا تألو جهدا في الترويج لأنفسها عبر وسائل التواصل الاجتماعي بدعوة الناس للتصويت لها لكن واقع الاستجابة هو منصب على القوائم المحلية أكثر من الانصباب على القوائم الحزبية وكأنهم يعتبرون أنه خيار ثاني وليس مهم أو ضروري لهم على الرغم من أن الصوت الحقيقي هو صوت الأحزاب السياسية لأن يفترض بنواب الأحزاب السياسية أن يكون ذو رؤية ورأي سياسي وأفكارهم السياسية ستنعكس على التشريع وعلى رقابة الحكومة شكرك كل شكر الخبير بالشؤون الحزبية دكتور محمود الدباس شكرا في هذا الخبر العاجل الذي ترونه أسفل الشاشة قال الأمن العام أن قواته ألقت القبض على مطلقي عيارات نارية خلال تجمعات الانتخابية كما حجزت مركبات أعاقت المرور وهددت السلامة على الطرق وأكد الأمن العام أن كل من يطلق العيارات النارية سيتم إلقاء القبض عليه ومحاسبته هذا وكانت النيابة العامة أصدرت أوامر للنواب العامين بتوجيه المدعين العامين في أقالي من المملكة الثلاثة بملاحقة كل من يطلق العيارات النارية بالتزامن مع أعلان النتائج النهائية للانتخابات وقال رئيس النيابة العامة القضي يوسف ديابات إنه تم التشديد على إلاء الجرائم المتعلقة بحيازة الأسلحة النارية بدون ترخيص وإطلق العيارات النارية العناية الخاصة حال ورود الأخبار من الأجهزة الأمنية والمتضررين وملاحقة مرتكبيها وإحالتهم إلى المحاكم المختصة أكدت دائرة الأحوال المدنية والجوازات تمديد دوامها اليوم لجميع مكاتب الدائرة والجوازات المعنية بإصدار البطاقة الذكية لغاية تسليم البطاقة الشخصية الذكية وأضافت دائرة الأحوال أن غداً الثلاثاء دوام رسمي للمكاتب الرئيسية في المركز والمحافظات وبحسب تقديرات مدير عام دائرة الأحوال المدنية والجوازات بالوكالة طلال الفائز فقد أصدرت مكاتب الأحوال المدنية سبعة آلاف ومائتين وخمسة وتسعين بطاقة شخصية يوم أمس فيما تم إصدار أكثر من سبعة آلاف بطاقة شخصية لليوم أعداد المراجعين الذين حصلوا على بطاقات شخصية يوم الأحد ثمانية تسعة سبعة آلاف ومثين وخمسة وتسعين بطاقة لهذا اليوم اللي هو تسعة تسعة ولغاية الساعة السادسة مجموعة الطلبات المقدمة بلد سبعة آلاف وتسعة وثمانين بطاقة بمعنى أنه خلال اليومين تم فيهم تمديد الدوام لغاية الساعة السادسة بلغت مجموعة الطلبات أربعة عشر ألف وثلاثمية وثمانين طلب ولازال يوجد مكاتب للدائرة أبوابها مفتوحة وتستقبل المراجعين وبالنسبة لمكتب أحوال نعور فقد أفاد الفائز بحل عطل آلة طباعة في المكتب والإعازة للموظفين بتمديد ساعات الدوام حتى إصدار البطاقات الشخصية جميعها مجموعة الطلبات المقدمة اليوم بمكتب نعور 133 طلب للأسف أنه صار عطل بآل في الطباعة فرق الصيانة اليوم قامت بالواجب والآن الطباعة والمواطنين موجودين بمكتب نعور وصدر الأمر لجميع مكاتبنا مش مكتب نعور جميع مكاتبنا الفزان بالدوام لساعات متأخرة حتى نتلم جميع الهويات جميع الطلبات المقدمة إلينا من إخواننا حتى يقدروا يمارسوا حقهم والدستوري والقانون يوم غدا إشاء الله